أنتقل الآن إلى الأستاذة طاهر حسن التوم مدير قناة السودانية 24 ومقدم ومنتج برنامج حال البلد ينضم معي الآن من القرطوم أستاذة طاهر مرحبا بك معنا في دائرة الحدث إذن إسقاط البلاغات ضد الصحفيين البلاغات المفتوحة من الحكومة وعودة برنامج حال البلد ومرحلة جديدة بين الحكومة وبين الإعلام السوداني كيف تنظر لهذا المثاق؟ شكرا راشد مرحبا بالسادة المشاهدين ومرحبا بالزملاء في هذه الحلقة أنا في عبارة توقفت عندها قال الأخ رئيس الوزراء معتز موسى أفتكر أنها مهمة وضرورية أن على جميع اللاعبين في هذا المضمار أن يصبروا على بعض على الحكومة أن تصبر على الصحافة وعلى الصحافة أن تصبر على الحكومة بمعنى أن هذه الخطوة التي تمت اليوم تحتاج يعني لا أتوقع كما قال هو يعني تحديدا أن الأمر في الغد بموجب توقيع ميثاق الشرف اليوم أن الأمر في الغد ستنتهي حالة التلاوم التي نشهدها في هذه الساحة باستمرار الأمر يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مزيد من الحوار ويحتاج إلى تطور تطور بموجب هذا التطور وبموجب الصبر ربما تنقضي هذه المشكلات عودة حالة البلد الجيد أنه عاد في مثل هذا الظرف ومثل هذا المناخ الجديد أتمنى صادقا أن يعود برنامج الميدان الشرقي الذي كان أيضا يقدم في فضائية درمان لا نريد لمساحة الحرية أن تختصر على طرف دون طرف